موسيقى اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث وجه السيد الرئيس بان تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء الى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الاركان يشمل مدنها وقراها وليتصق مع اهمية وخصوصية المكان الفريد لسيناء وخلال اجتماع اخر معلوى امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتغطية العمراني وجه الرئيس السيسي بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الادارية الجديدة بالاضافة الى الاسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بانشاء الحي الدبلوماسي اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام امنى وزير التنمية المحلية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتغطية العمراني واللواء اركان حرب احمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة واللواء محمد رشوان رئيس مجلس ادارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء واللواء احمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء حسن عبدالشافي المستشاري برئاسة الجمهورية صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى سياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقرها ليتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء واعتنغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربع مصر وذلك بتكاتف كافة وزارات وهيئات الدولة كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر الاجتماع الشهد استراد المخطط الاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة كما تم استعرض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية فضلاً عن الإجراءات والجهود التي تم اتخذها لتطوير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة كما اطلع السيد الرئيس أيضاً على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال المورد الطبعية في سيناء لسيما التصنيع الغذائي القائم على الانتاج الزراعي إلى جانب تطوير المطارات والمواني واستكمال الإنشاءات والمرافق بها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذا تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء خاصة مطار العريش والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صلاة انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات تم كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية وكذلك الحي الدبلوماسي الذي سيضم صفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراء في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية خاصة محور السادس والعشرين من يوليو ومنطقة سفينكس المحيطة وكبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود إلى جانب كل من محور الضبع والطريق السحلي الدولي بقطاعاته المختلفة كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات المهمة أكد خلال الاجتماع أن منافذ وشوادر أهلا رمضان بدأت في توفير السلع للمواطنين بأسعار وتخفضات مناسبة تترق رئيس الوزراء أيضا للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن وأكد مدبولي أنه تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليارات دولار من البضائع كما شدد مدبولي على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق على أن يتم تعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات من بينها مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقرار مجلس جامعة الدول العربية بتعديل مستمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة المطاق العربي لحقوق الإنسان كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تصرف بالمجان في التعويضات العينية وصرف التعويضات النقدية في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعليات خزن أسوان وإنشاء السد العالي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن جداد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التي تنفذها شركة سكاتيك النرويجية في مصر وبتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة القادمة أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شركة سكاتيك النرويجية أن الشركة تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهايدروجين الأخضر لافتا إلى أن الدولة حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي خاصة تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتتضمن مشروعات شركة سكاتيك النرويجية مشروع انتاج الهايدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات وكذلك مشروع انتاج الأمونيا الخضراء ساعة مليون طن سنويا بالإضافة إلى كلا المشروعين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة 5000 ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع عدد من المسؤولين المعنيين لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية في براير القادم وفي مستهل الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون والتنسيق المستمر بين مصر والإمارات بما يسهم في إخراج هذا الحدث المهم بالصورة المميزة ويعكس مدى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقة أخو أخوة أشار رئيس الوزراء إلى دور القمة العالمية للحكومات وبتميزها في استقطاب نخبة من قادة الحكومات والوزراء وصناع القرار والمختصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا وتبادل الرؤى والأفكار بشأنها وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية والمستقبل الأفضل لمختلف شعوب العالم بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنية إلى قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد قال جبالي في البرقية أنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يحل علينا في السابع من يناير من كل عام وأضاف أن هذا العيد ذكرى عطرة يحتفي بها المصريون جميعا وهم في رباط لنفصام بعده فقد تعانق الصليب مع الهلال في مواجهة كل ما أصاب مصر من ملمات مختتما البرقية بدعوات لله أن يزيم الوحدة والألفة بين أفراد الشعب المصري بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد تقدم عبد الرازق بالتهنئة لقداسة البابا وإلى جميع الأخوة الأقباط بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داعيا الله أن يعيده على قداسة البابا وعلى كل المصريين بكل الخير والسعادة وأشهد عبد الرازق بالوحدة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن مسلمين وأقباط والتي كانت واسطة ظل الحصن المنيع والركيزة الكبرى لتحقيق النهضة الشاملة لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنية إلى قداسة البابا ودرس ثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عرب مدبولي خلالها لقداسته ولجميع المواطنين الأقباط عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة كما عبر أيضا رئيس الوزراء في برقيته عن تمنياته بهذه المناسبة لقداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنية لبابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية توادرس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أكد وزير الداخلية في البرقية أن تلك المناسبة نصدقي منها مشاعر المحبة والمودة ويكرس الاحتفاء بها التلاحم الفريد لأبناء الأمة المصرية الذين أثبتوا أنهم عصيون على الانكسار كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنية للأنباء إبراهيم إسحاق السيد راك بطريارك طائفة الأقباط الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنية للقص أندريا زكي رئيس الطائفة الإنجلية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد حيث أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه لأبناء الطائفة الإنجلية في مصر كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنية لجميع الإخوة المساحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء المساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في البرقية أكد محمود توفيق أن الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد يعكس صلابة ما يجمع أبناء الأمة المصرية عبر الزمان وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصديل الجرائم التموينية بجميع أشكالها تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتنصيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية استمرر للجهود الأمنية المبذولة للتصديل الجرائم التموينية المتنوعة في هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن حملات أمنية مكبرة أصفرت عن ضبط أكثر من 42 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة وضبط 105 طن مواد غذائية متنوعة قام مالك عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 85 طن مكارونة وسكر وزيد طعام فضلا عن أكثر من 65 ألف لتر زيد طعام تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة والمنوفية والشرقية ومع تواصل التصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 105 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والبحيرة لبيعها بأزيد من السعر المتداول ونجحت في ضبط 57 طن مواد بناء بسلاسة مخازن لتجارة مواد البناء بالقليوبية والمنوفية قام المسؤولون عنها بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعضبط 30 طن أسميدة زراعية مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك محل لتجارة الأسميدة الزراعية بالمنوفية وعضبط 15 طن أعلاف حيوانية قام مسؤول محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعلى صعيد التصدي لجراء بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عشرة أطنان مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مخزا لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية وضبط أكثر من 45 طن لحم ودواج ومصنعتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالقاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 154 طن مخليلات غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المخليلات بالمنوفية والإسكندرية ونجحت في ضبط 25 طن أعلاف حيوانية ومتسلزمات إنتاجها غير صالحة لاستهلاك الحيواني بحوزة المسؤول عن مصنع الأعلاف الحيوانية بالقليوبية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 617 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 396 طن مواد غدائية وغير غدائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 72 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 295 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية وغير الغدائية تم ضبط أكثر من 14 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 15 طن أسمنت في مجال قضايا المخابز تم ضبط 440 قضية من بينها 149 قضية خبز ناقص الوزن و139 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت قرابة 74 طن أولت الدولة اهتماما كبيرا بتنمية الصعيد خلال السنوات القليلة الماضية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة استطعت المبادرة تغيير قرية أمدومة بمحافظة سهاج وحولتها إلى مدينة صغيرة بها كل الخدمات اللوجستية التي يحتاج إليها المواطن المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تتجلى بمحافظة سهاج في أبهى صورها من خلال استهداف كل القطاعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطن في محافظة سهاج حيث استهدافت المبادرة قطاعة الصحة والتعليم ومياه الشرب والكهرباء بالإضافة إلى الصرف الصحي والطرق وغيرها من القطاعات المهمة حتى وصلت إلى زراعة الأشجار في الشوارع وفي مقدمتها الأشجار المصمرة قرية أمدومة بمدينة طيمة بمحافظة سهاج واحدة من القرى التي استهدفتها المبادرة وحولتها إلى قرية نموزجية من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية داخلها وفي إطار خطة المحافظة لاستعاب كسافات الفصول وإتاحة المناخ المناسب للطلاب تم توسعة مدرسة مجمع أمدومة الابتدائية وتم الانتهاء منه على مساحة 1600 متر مربع بتكلفة وصلت إلى سلسة ملايين وخمسمائة ألف جنيها موفرة 12 فصلا دراسيا وتتاسع لستمائة وعشرين طالبا وطالبة خدمة لأبناء القرية ولخدمة أهالي القرية أيضا تم إنشاء مجمع خدمات حكومية حيث بلغت نسبة التنفيذ ماء بالماء وكذلك إنشاء مجمع خدمات زراعية وتطوير مركز شباب أمدومة بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف وتطوير شامل للوحدة الصحية لخدمة كافة الأسر الموجودة بالقرية وتماشيا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية الشاملة وبناء الإنسان تم بناء مكتبة عامة بالقرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب تطوير قرية أمدومة بطماء سوف يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفيرها بالشكل اللائق مع تغيير واقع الريف بقرى سهاج نفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة سهاج ما يقرب من 1556 مشروع وذلك في مجالات التعليم الصحة الصرف الصحي والطرق والتبطين والمجمعات الخدمية والمكتبات في المحافظة بإجمالي تكلفة تجاوزت 45 مليار جنيه في عام واحد مبادرة حياة كريمة بسهاج هذه المبادرة تنفذ 1556 مشروعا في المجالات المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعد محور كبري طمع على النيل أحد أهم محاور التنمية الجديدة بمحافظة سهاج افتتح بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2018 وسهم هذا المحور في تقليل الزحام والحوادث المرورية كما أنه سهل أيضا عملية النقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة محور طمع أحد أبرز محاور تنمية الصعيد في مصر تم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي وتم افتتاحه في سبتمبر من عام 2018 وضم في مرحلته الأولى حارتين مروريتين وخمسة كباري وثمانية أنفاق وبتكلفة وصلت إلى 550 مليون جنيها ويمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الزراعي الشرقي كما يساهم في نقل أكثر من نصف مليون مواطن يوميا من صوهاج إلى أسيوت والعكس ويساعد بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث على الطرق ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة كما سهل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة أما المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محور طمى فيبدأان من شرق الكبر المنيب إلى الطريق الزراعي الشرقي ومن غرب السك الحديد إلى الطريق الصحراوي الغربي محور طمى يعكس اهتمامات الدولة بالمشروعات التنموية في صعيد مصر ويؤكد ما وعد به الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تنمية الصعيد والاهتمام به مع تفعيل كافة مشروعات البنية التحتية التي تخدم المجتمع وتساعد بشكل كبير في دفع عقلة التنمية ويتافق مع رؤية مصر للتنمية الشاملة عشرين ثلاثين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقع مستشفى جامعة صهاج الجديدة في الحرم الجماعي الجديد بإجمالي مساحة أربع وعشرين ألف متر مربع تتكون من ثلاثة مبان منها المستشفى الجديد في هذا الإطار بلغت تكلفة المستشفى الجديد نحو مليار جنيه اشتركوا في القناة 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 بالمحيط الأطلسي والهندية قال بوتين خلال الحفل الذي حضره برفقة وزير الدفاع سيرجي شويجو قال إن هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية وتساعد على الدفاع عن المصالح الوطنية كان بوتين قد أمر بإدخال الفرقاتة الأدميرال جورج كوف المتزودة بصواريخ سيركون الفرط صوتية للخطبة العسكرية كما تعهد بوتين بمواصلة تطوير القدرات القتالية لبلاده وبإنتاج أسلحة متطورة من جانبه أوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن الفرقات الأدميرال جورج كوف ستستخدم صواريخ سيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وذلك خلال رحلتها الطويلة إلى المحيطين الأطلنطي والهندي قال شويجو أن الجهود الرئيسية خلال الرحلة ستركز على مواجهة التهديدات لروسيا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وأشار إلى أنه أثناء التدريبات سيتم تدريب الطاقة مع الاستخدام أسلحة فوق سرعة الصوت وصواريخ كروز بعيدة المدى في مختلف الظروف قال وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا قال إن الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا بدأت بالفعل وتتوقع كييب نشرها في أقرب وقت ممكن أضاف كوليبا أن رئيس زالن أسكي والفرق الفريق الدبلوماسي بالكامل يعملونه بشكل مكثف لإيجاز حلول جديدة فيما يتعلق بتزويد أنواع جديدة من الأسلحة الغربية لسيما الدبابات والمركبة المضرعة الأخرى أعلن مسؤول بالإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأوكراني بلاظمير زرنسكي خلال اتصال هاتفي بأن باريس سترسل مركبات قتالية خفيفة لمساعدتها في مواجهة روسيا في سياق متصل قالت وزيرة خارجية ألمانيا إنه يجب الاستمرار في إرسال الدعم العسكرية لأوكرانيا وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هدفها تدمير كييف على حد قولها وأشددت المسؤولة الألمانية على ضرورة الحفاظ على وحدة الدول الأوروبية ومعاكت بأسفل بوتين لم يكن أخرى ومعاكت بأسفل ومعاكت بأسفل ومعاكت بأسفل ومعاكت بأسفل كنا مسنون شتروم أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك سعي بلاده لنمو الاقتصاد بشكل أسرع فضلا عن تأمين المزيد من الوظائف للمواطنين خلال مؤتمر صحفين لرئيس الوزراء البريطاني أشار سوناك إلى أن التغيير الحقيقي يكون بالأفعال وليس بالأقوال مشددا على ضرورة أن يكون الابتكار أولوية بالنسبة لنمو اقتصاد بريطانيا مؤكدا أنه سيضمن خفض الدين الوطني أعلن المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا عن طباط ارتفاع التدخم في ديسمبر إلى 5.9% خلال عام واحد مقابل 6.2% في نوفمبر وعلى مدار العام استمر تدخم مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة التي قفزت بأكثر من 15% وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بشكل حاد للغاية بأكثر من 12% وكان المعهد الوطني للإحصاء قد حذر الشهر الماضي من أن مؤشر أسعار المستهلك من المتوقع أن يبلغ ذروته عند 7% في أوائل عام 2023 قبل أن ينخفض بشكل أكثر استدامة بدءا من مارس تتوقع وكالة بلومبرغ أن يتراجع التضخم الذي سجل 10.6% في منطقة التعامل باليورو في أوروبا خلال أكتوبر الماضي ليصل إلى 9.5% أو 9% مع نهاية العام الجاري أرجعت الوكالة السبب في ذلك إلى استقرار نسبي أفضل تتوقعه الأوساط العالمية في أسواق الطاقة الأوروبية طوال فترة الشتاء الجاري أشارت وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع الطلب على المحروقات وزيوت التدفئة في الأسواق الأوروبية هو الباعث على ارتفاع مستويات التضخم الحاصلة منذ الربع الأخير من العام الماضي تشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها الصحة العالمية تجدد مطالبتها للصين بالشفافية والاتحاد الأوروبي يبحث لاستجابة المنصقة للتعامل مع أذنة كورونا في ملف فيروس كورونا قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدانوم إن المنظمة قلقة بشأن تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين طلب أدانوم بكين مرة أخرى بتقديم بيانات سريعة ومنتظمة عن العلاج في المستشفيات والوفيات في الصين شدد مدير منظمة الصحة العالمية على ضرورة إفادة بكين ببيانات أكثر سرعة وانتظاما وموثوقية وذلك بشأن حالات الاستشفاء والوفيات بالإضافة إلى تسلسل تسلسل فيروسي أكثر شمولا أعلنت وزارة تصح الألمانية أن برلين ستضغط من أجل ضماني تحرك موحد داخل الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسافرين القادمين من الصين جاء ذلك التوجه مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين حيث أوضحت الوزارة أن برلين مهتمة بإنشاء نظام لرز متحورات الفيروس أعلنت المفوضية الأوروبية أن الغالبية العظمى من دول الاتحاد تؤيد فرض اختبارات على الركاب القادمين من الصين قبل المغادرة من هناك هذا وتعمل دول الاتحاد الأوروبي على تنصيق الرد على أزمة فيروس كورونا في الصين مركزة على قيود الصفر التي من شأنها أن تزعج بكين وصناعة الطيران العالمية كانت الصين قد رفضت بالفعل قيود الصفر التي بدأت بعض دول الاتحاد في فرضها محذرة من إجراءات مضادة في حال اتسعى نطاق مثل هذه الإجراءات في الأيام المقبلة فشل النواب الأمريكيون في انتخاب رئيس لهم بعد تصويت خامس في سيناريو غير مسبوق منذ مئة عام حال الخلاف السائد بين الجمهوريين حاليا دون وصول المرشح الأوفر حظا كيفين ميكارثي إلى منصب رئيس أعلى هيئة شريعية في واشنطن ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد رئيس ونائبه ميكارثي استقبلت تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسام الجمل وشهد هذا اللقاء عرض استراتيجية الجهاز 2020-2025 وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية في العديد من المحاور بما يحقق هدف تحسين وتطوير خدمات الاتصالات وحل الشكاوى الخاصة بجودة الخدمات تناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خلال المرحلة المقبلة اتفق الجانبان على أهمية التوعية في مجال الأمن السبراني والتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل تهتم بهذا الملف مستقبل بتوجيهات من رئيس السيسي استطاعت الدولة إنشاء مدينة متكاملة للسيارات تقع على طريق العين السخنى على مساحة 57 فدانا وتمكنت من ربطها بشبكة الطرق العملاقة الجديدة لسهولة الوصول إليها كان رئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بنقل سوق السيارات من الحي العاشر بمدينة نصر بسبب الزحام والعشوائية إلى طريق العين السخنى بمنطقة ودي ديجلا لإنشاء مدينة عالمية للسيارات إنجاز جديد بفكر ورؤية متطورة حول الصحراء إلى كيان عالمي والعشوائية إلى الرقي والتخضر لتكون مدينة متكاملة للسيارات تقع على طريق العين السخنى تحديدا عند تقاطع طريق سوق السيارات مع امتداد محور محمد نجيب على مساحة 57 فدانا عاوزين خدمات دينا هنا عاوزين نحس إن هنا أحسن من مدينة نصر الكتير عاوزين نحس بالأمان وإحنا جايين بفلوسنا نشتري عربيات ونبيع عربيات كانت البداية منذ عام مضى عندما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل سوق السيارات من الحي العاشر بمدينة نصر بسبب الزحام والعشوائية إلى طريق العين السخنى بمنطقة محمية وادي ديجلة لإنشاء مدينة عالمية للسيارات وربطها بشبكة الطرق العملاقة الجديدة لسهولة الوصول إليها ولأن كلمة السر دائما في الإنجاز هي أمر من الرئيس السيسي وتكليف للهيئة الهندسية تحول المكان على الفور إلى خلية نحل للخروج بمدينة عالمية تكون واجهة لمصر تضم منطقة حرة ومنطقة بيع السيارات المستعملة ومنطقة مجمع التوكيلات ومكاتب المرور ومعارض السيارات وباقي الخدمات المقدمة للعميل حتى ينهي جميع إجراءات شراء السيارة قبل الخروج من المدينة العصب تعاني من كسافة مرورية كثيرة كان من ضمن العبء المروري الموجود سوق السيارات القديم في منطقة مدينة مصر وذلك كان توجيه القيادة السياسية لابد من نقل هذا السوق إلى منطقة خارج الكتلة السكنية وتم إنشاء هذا السوق الجديد بهذا الشكل الحضاري الذي ممثل فيه كافة أجهزة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع ويتفقد تنفيذ المشروع بنفسه لحظة بلحظة موجهاً بضرورة إكمال كافة ما تحتاجه المدينة لتكون على أعلى مستوى وإعدادها لتكون مركزاً للتصدير من مصر للعالم عند البدء في إنتاج السيارات الكهربائية المصرية أو أي نوع سيارات أخرى قد تنتجه مصر في الفترة القادمة والمدينة الجديدة هي نقلة نوعية لشكل الأسواق الحضارية المتكاملة تم تنفيذها بأقصى المعايير العالمية في الجودة تضم جميع الخدمات الخاصة بقطاع السيارات بداية من طرق عرض المركبات وإجراءات شرائها حتى عمل الصيانة لها وخدمات ما بعد البيع فتضم ثمانية ورش صيانة للسيارات عشر مطاعم وكافتريات أربعة عشر مكتب مرور خمس مكاتب نيابة عامة تسعة مكاتب للشهر العقاري سبعة مكاتب إدارية ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى تتسع لعدد أربعة ألاف سيارة بالإضافة إلى العديد من ساحات الانتظار وتحتوي أيضا على مباني تجارية ومقرات إدارية إلى جانب البنوك ومقرات الشهر العقاري والتي تساعد على توفير الكثير من السبل للمستخدمين خدمة جديدة بتقدمها وزارة العدلة في هذا المقر إجراء كافة معاملات التوصيق أي إن كانت هذه المعاملات من إدارة السيارات أو عقود بيع السيارات أو استخدار شهادات من محاضر تزيق السيارات يعمل هذا الفرع على خدمات التوصيق بكافة أنواح فهي على سبيل المثال تتيح إنجاز عمليات البيع والشراء بسهولة تامة من خلال منطقة البنوك لإتمام عمليات السحب والإداع لمنظومة أكثر أمانا مع تواجد نظام متكامل لكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية كما تتيح مدينة السيارات توافر مراكز الصيانة لإجراء الفحصات الدورية والطارئة بالإضافة إلى أماكن شراء قطع غيار السيارات ومحلات تجارية تشمل الكثير من متطلبات سوق السيارات ده هيبقى إتاحة كبيرة جدا إن المواطن يبقى مطمئن في السيارة اللي بتعامل معها لأنه هيبقى معروف يعني هل هي إجراءاتها القانونية سليمة ولا فيها أي مشكلة في نفس اليوم هتم جميع الإجراءات القصة بحيث أن يبدأ يومه في نهاية اليوم هيبقى مطمئن تماما وهو يعني بعد ما تعمل مع هذه السيارة إن السيارة اللي تعمل معها تحت إطار قانوني سليم المحافظة هتوفر وسائل انتقال من الميدين العامة لهذا السوق يوميا عشان يسهل انتقال المواطن لهذا السوق الجديد وهي أيضا تفتح أفاقا جديدة لسوق العمل حيث يرغب العديد من المواطنين لإنجاز العديد من المهام في مكان واحد ولتوفير الوقت والجهد أيضا وهذا ما يحرص عليه الرئيس السيسي خلال كل المشروعات والإنجازات الحديثة استقبلت محافظة بورسعيد سفينة تالو جسهوب المكتب العائم الأكبر في العالم والتي تحتوي على آلاف الكتب في مختلف المجالات لكل الأعمار تجوب موانئ العالم لنشر المعرفة ولمحبي القراءة وتقدم أنشطة تعليمية وترفيهية لروادها السفينة يعمل بها متطوعون من أنحاء العالم وقادمة من ميناء بيروت ومقام على متنها أكبر معرض عائم للكتاب بعد توقف دام أكثر من 12 عاما وستستقبل الزوار لالتقاط الصور التذكارية عليها في حدث ثقافي كبير وترس السفينة بميناء بورسعيد لمدة 20 يوما لتغادر في 23 من يناير وتفتح السفينة مع رضاها العائم لآلاف الزوار يوميا من الطلاب ومحبي القراءة من الفئات العمرية بين 13 وحتى 65 عاما ويصل طول السفينة 132 مترا ويصل عدد الفريق بها إلى أكثر من 400 متطوع من أكثر من 60 جنسية مختلفة من السفينة الثقافية العائمة إلى أخبار الاقتصاد نتابعوها مع مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا لكم ريهام ونها والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار شهادات الدخارية مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% ويصرف في نهاية مدة شهادة أو بعائد يبلغ 22.5% ويصرف شهريا وتصدر شهادة للدخارية الجديدة بفئات ألف جنيها ومضعفاتها للأشخاص الطبعيين من البلغين والقصر مصريين وأجنب هذا ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء شهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيام الاسترادية المقررة كشف مصدر مصرفي مسؤول عن أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو مليار دولار فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر الذي سبقه ليصل إجمالية سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار في شهرين وقال المصدر أنه رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية إلا أن الاحتياطية من النقد الأجنبية زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليسجل أكثر من 34 مليار دولار وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022 تشهد العاصمة الإدارية الجديدة انعقاد معرض القاهرة الدولية السابع للابتكار خلال الشهر القادم ويقاب المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور دولي كبير وسيشهد المعرض هذا العام مئة الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم ومن المقرر تنظيم العديد من ورش العمال والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءة التسويقية وعقد محاضرات لكبار الخبراء في مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجي والملكية الفكرية أنهت البرصة المصرية وتعاملات جلسة اليوم بارتفاع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط أحجام تداول مرتفعة وربح رأس المال السوقية 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.13 مئة تريليون جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 3.25 مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 15.557 نقطة فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر بـ 67 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 2.911 نقطة وصعيد مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة تقدر بـ 31 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 4.339 نقطة أكدت شركة الطاقة الروسية جاسبروم بأنها تجاوزت المستوى اليومي المتعاقد عليه من إمدادات الغاز إلى الصين يومي 1 و 3 من شهر يناير الجاري مسجلة رقما قياسيا جديدا وأشارت شركة إلى أن عام 2023 سيشهد مستويات تاريخية جديدة لصدرات الغاز اليومي إلى الصين عبر خط أنبيب غاز Power of Siberia انتهت جولتنا الاقتصادية والعودة عليكم مرة أخرى ريها مؤنها شكرا ميرنا استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة لصيغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعاتها بمقر مجلس النواب تناول هذا الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة من مجلسي النواب وشيوق وممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد وسوف تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متنهية الصغر عن انتلاق فعليات دورة جديدة لمعرض صنع في دميات للأثار يقام هذا المعرض بالتعاون وتنسيق مع محافظة دميات على مداري 11 يوماً بأرض المعارض في مدينة ناصر عام جديد يبدأ بدورة جديدة استثنائية لمعرض صنع في دميات المقام بأرض المعارض بمدينة ناصر دورة تضم 70 عارضاً من أصحاب مصانع الأثاث والعارضين بمحافظة دميات احنا عملنا أربع دورات في 2020 تخطط المبعات حوالي 100 مليون للعارضين ونظرنا بقى لإقبال الجماهيري وضغط العارضين علينا عملنا دورة استثنائية الشهردة عشان في عارضين كتير موجوش معنا اللي جانب إقبال الجماهيري موجود وكل حايا ببنو ييجي اشتريوا معرض صنع في دميات بالنسبة للمعرض ان في عروض عندنا من أول 100 جنيه لحد زي ما حدك موجود تخص الكريستالات فينحاس الخشب الحاجات الأنتيكس المودرن والستيل موجود عندنا الطابلوهات الزيت أي حاجة تخص الديكور في البيت احنا متخصم فيها يقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الأثاث الضمياطي باختلافاته من مودرن والستيل بالإضافة لتخفيضات تصل لـ 20% جهز تنمية المشروعات يعني دينا الفرصة وبيشجعنا ان احنا نيجي هنا في المعرض نعرض للمنتجات بتاعتنا تبقى هنا قريبة في القاهرة يعني هي الفكرة نفسها بصراحة فعلاً حلوة جداً ان هما فيه ناس مش قادرة تسافر هناك تقدر معندهاش مكانية نتعرف تسافر وبنسمع ندوميات أصل الخشب يعني فان هما يجيبوا الحاجة هنا دي بتبقى الأسعار كمان كويسة جداً الشدين في المكان هنا الجودة والمعاملة الحلوة طبعاً ما بين الناس دهو والصدق والأمانة في المنتجات يعني المنتجات مميزة جداً طبعاً وتأتي إقامة المعرض في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دميات من خلال تقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية والدعم الفني لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع تلك الصناعة الوطنية للنهوض بها دميات التي تعد قلعة من قلع صناعة الأثاث في مصر والمنطقة العربية تحركت القاهرة الكبرى لمعرض صنعة في دميات الذي يفتح أبواباً تسويقية جديدة للأثاث الضمياطي محلياً وعالمياً كريم بيبرتز التلفزيون المصري مشاهدينا الآن مع أخبار الطقس نعود مرة أخرى إلى مرنة إيهاب إليك مرنة شكراً لكم ماري هام ونوها والآن جولة أخيرة مع أحوال الطقس يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس تقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيداء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على كافة الأنحاء وفيما يلي بيانهم بدرجات الحرارة متوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية القاهرة درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12 الأسكندرية 19-13 مطروح 19-14 فرسعيد 20-12 والإسماعيلية 21-11 أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 20 درجة والصغرى 11 العريش 19-11 طابة 21-13 شرم الشيخ 23-14 والغردقة 23-14 أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 9 أسوان 23-10 الويدي الجديد 22-8 شلاتين 25-13 وأخيراً حلايب 21-14 والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر 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 كشف مصدر مصرفي عن ارتفاع حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الانتربانك الدولاري وذلك اليوم بواقع خمسة أضعاف مقارنة بحجم المعاملات اليومية في الأشهر السابقة وأكد المصدر أن هذا الارتفاع في حجم المعاملات الدولارية بين البنوك يعبر عن نجاح الإجراءات والضوابط التي اتخذها القائمون على إدارة السياسة النقدية مؤخرا وأشار إلى أن سوق الانتربانك يوفر للقطاع المصرفي القدرة على تداول سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جدير بالذكر أن البنك المركزي أمس عبر عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي من العمولات الأجنبية بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة ولا يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من أنباء الرئيس سيسي يوجه بأن تهدف جهود تنمية سيناء إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتصق مع خصوصية المكانة الفريدة لسيناء خلال اجتماع مجلس الوزراء مدبولي يؤكد الإفراج عن بضائع بأكثر من 6.8 مليارات دولار بوتين يشرف على إطلاق سفينة حربية لصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت ويتعهد بتطوير قدرات بلاده القتالية وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم مع الإعلامي يوسف الحسين مساء الخير عليك يا يوسف إزاك يا نوه إزاك يا ريهام عمليم إيه كله تمام والله الخبر اللي كنت بكبره ده خبر حلو جدا بتاع المعاملات المصرفية بالدولار ما بين البنوك وبعضها البعض ده إشارة كويس وارتفاع معدل بتاع الاحتياطي كمان كويس أوي أوي يعني هو في بشاير يوسف اليومين دول إحنا حسين أن إن شاء الله في مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري ممكن تؤدي إلى تحسين الوضع بشكل أو بآخر يعني بإذن الله في حاجات كتير يعني الخبر اللي أنتو أريتو دلوقتي ده خبر مهم مصر مسددها تقريبا حوالي 2.5 مليار دفعة من المديونيات اللي عليها الإفراجات اللي حصلة بقيمة 6 و 8 من 10 لأي البضايع الخارجة من المواني لأي الأسواق المصرية كل دي حلحلة أظن كنت فيه ناس بتراهن على عكسها بالضبط وده هتقولتوا مع بعض بالضبط وبعدين فيه ناس دايماً بتحب تنط من الماركد واخدين بالكم الحكايات خلينا بس عارف أنت المنطق بتاع أعرف صاحبك وعلم عليه فاللي بيحاولوا نط الماركد بس إيه حطوا بس في الدايرة كده هي الفكرة كمان يوسف الانفراجة اللي بتحصل أو التطور اللي احنا شايفينه ده بيحصل في وسط أزمة العالم كله كمان بيشهدها احنا شايفين كل دول العالم والأزمة الاقتصادية الموجودة في كل العالم فأعتقد أن دي يعني حاجة إيجابية كبيرة جداً عندنا يعني والله يا العظيم الدنيا هتعدي بس الناس تهدى حبة وخليها واسقة حبتين ثلاثة صحية على كل طولت عليك وأزعجتك وجماعة أتوكل معاً على الله واستأذنكم نبقى فقرنا أتوكل معاً